بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا منتشر جدا بين الاطفال هنحاول نوصل لحلول وعلاج وطرق للوقاية من هذه الألفاظ الألفاظ أو المشكلة ان شاء الله أول حاجة عايزين نعرف ايه هي الألفاظ البازيئة اهنا هنتكلم من النهاردة عن الألفاظ البازيئة المستخدمة او الاكثر استخداما بين الاطفال الألفاظ ديت ممكن تكون اسماء حيوانات او اللعم اسماء الحيوانات ان الطفل يقول اي اسم للحيوان يعني مثلا ممكن يقول حيوان مثلا زي مثلا حمار كلب ممكن هو يقولها تلقائية مش فاهم معناها ايه اللعن واللعن ده يعني اقل انتشارا من اسماء الحيوانات او اي ألفاظ ثانية وده بسبب ان يكون الاسرة فيها وازع ديني الطفل بيتربى عليه بعد كده عايزين نعرف ايه هي مصدر الألفاظ البازيئة مصدرها ممكن يكون مصدر رقم واحد الاسرة وده تعتبر هي المؤثر الاول المؤثر الاول في ان الطفل يكون يوجد عنده الألفاظ البازيئة الاسرة لابد ان يكون عندها وعي كامل وفي مثلا الألفاظ اللي بتقال قدام الأطفال بعد كده المخلطة المخلطة ديه ان الطفل مثلا بينزل الشارع بيروح الحضولة بيروح المدرسة ممكن يرقط ألفاظ من المجتمع المحدي بعد كده عندنا رقم ثلاثة واللي هي وسائل الاعلام وسائل الاعلام سواء كانت مثلا مسلسلات أفلام كارتون كل الحاجات ديه اللي بتتعرض على الطفل لابد ان قبل الطفل ما يسمع الحاجات ديه لابد ان الاسرة تكون عندها وعي بالحاجة اللي بيسمحها الطفل علشان تقلل من وجود مثلا الفاظ ووجود حاجات مش مناسبة لسن الطفل بعد كده عايزين نعرف ايه هي الخطوات اللي انا لازم اخدها لو سمعت ابني بيقول الفاظ دي رقم واحد ما يكونش لي رد فعل ان انا مثلا اضحك حتى لو كان اللفظ اللي بيقوله مضحك علشان ده هيساعده ان هو يقرر الالفاظ دي رقم اتنين التجاهل ان انا اتجاهله تماما في الحاجة اللي هو بيقولها رقم اتنين تلاتة اعرف السبب اعرف هو جابي الحاجات دي منين هل من الاسرة هل من المخلطة مع اكرانه هل من وسائل الاعلام اعرف سبب الالفاظ دي ايه او جابها منين بعد كده عايزين نعرف مصدر الكلام هل مصدر الكلام برضو الاطفال ولا مثلا سمحها من الاسرة ولا مثلا سمحها من التلفزيون او وسائل الاعلام طيب بعد كده هعلم الطفل اداب الاسلام واختيار الفاظ سليمة يعني اعلمه حديث ايات قرآن بحيث حاجات تحسه وتجعل عنده وازع ديني في انه هو يعرف ان الحاجات ديت مش مناسبة وما ينفعش تتقال بعد كده عايزين نعرف بعد كده هنعرف الوقاية من المشكلة انا علشان اعمل وقاية من المشكلة ديت واحمي طفلي هعمل الطفل زي ما انا بحب اي حد يعملني يحب انا ويكلمني بطريقة مناسبة للأسرة بعد كده بعد كده هعرف هراء مثلا هاخد بالي من اللغة المتدولة بين الاطفال بين الاطفال يعني مثلا لو لقيت ابني بيقول لفظ اسألوا مثلا مين قال سمعته فين لو لقيت مثلا اصحابه مثلا اي لينه ممكن اتعمل مثلا مع الاسرة التانية واحذرهم مثلا بان الطفل مثلا بيقول كلمات مش مناسبة لسنه في الحالة ديت هما هيعلقوا ويلحقوا برضو ياخدوا بالهم من الفاظ ابنه طيب ايه العلاج اولا مش هاهتم بالالفاظ اللي بيقولها دايما اخد بالي ان طفلي كل ما يقول كلام حلو وجميل وسليم اشجعه التشجيع في حياة الطفل يعني بمثابة شيء كبير جدا في حياته بيكون شخصية الطفل بيخلي الطفل عنده ثقة في نفسه بيخلي الطفل يبقى دايما رايح للحاجة الكويسة عشان يعملها علشان هيكون في رد فعلي من الاسرة وهو التشجيع والتشجيع مش شرط يكون مادي لا احنا نبعد تماما عن التشجيع المادي خلينا في التشجيع المعنوي برافو ممتاز شاطر جميل حبيبي صاحبي كل الحاجات دي هتبتشجع الطفل بعد كده يعني مثلا احاول اللفظ بتعديل بسيط يعني مثلا لو ابني بيقول كلمات مثلا متلق بطع يعني مثلا ممكن يبدل حرف مكان حرفي بحيث يطلع تطلع ممكن تطلع الكلمة مش مناسبة لا انا احاول بطريقة بسيطة وسلسة اعدل الكلمة بان انا بانطقها له كرة مرة هو هيتعود ويكرر الصح بلاش نكرر الغلط اللي الطفل بي بي ترجمة نانسي قنقر